ردا على تلويح بولندا بطرد شخصيات دبلوماسية روسية من أراضيها قال السفير الروسي في بولندا سيرجي أندرييف إنه لا يوجد أي أساس لطرد دبلوماسيين من وارسو وأكد أندرييف أن بلاده سوف تنتقم من طرد دبلوماسيها من بولندا بمبدأ المعاملة بالمثل يأتي هذا بعد أن حددت وكالة الاستخبارات الداخلية في بولندا هويات 45 دبلوماسيا روسيا يعملون في البلاد تحت غطاء نشاطات دبلوماسية لكنهم قاموا بأعمال تجسس ضد بولندا وطالبت الوكالة بطرد هؤلاء من البلاد من جهتها أشارت الخارجية الروسية أن عدد الدبلوماسيين الروس في بولندا أقل من العدد التي تعتزم وارسو بطرده بالمقابل طالبت بلا روسيا حليفة روسيا من بعض الدبلوماسيين الأكرانيين مغادرة البلاد بالإضافة إلى إعلان نيتها إغلاق القنصلية الأكرانية في مدينة بريست